أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على مشروع قانون لتعديل بعض مواد أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والتوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع القانون ليتم تقديمه للبرلمان فور عودته في أعمال دورته الجديدة وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعوة ممثل البرلمان لحضور المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء من أجل التوافق على بنود تعديل القانون كما شدد مدبولي على أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد أو بناء مخالف وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة بالإزالة الفورية